يتوجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ومن المقررة خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد المرافق له جلسة مباحثات موسعة مع رئيس مجلس الأمة الكويتية تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الكويتية وتبادل الخبرات بينهما وتنصيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية كما ستشهد الزيارة وعدة لقاءات الوفد مجلس النواب مع عدد من المسؤولين الكويتيين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الرسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين